من ساعة ما خلصت تقريبا الجامعة في حاجة ما عملتاش بقالي فترة كبيرة قوي مش عارف ارجع عاملها ولا لا انا نلبس تقايا اشتركوا في القناة بصراحة المشوار من التجمع الزمالك نقصه مشوار حلو قوي لازم نتكرره مع بعض اريد احكي لكم على حاجة كده حصلت في الجيم النهاردة هي اللي خليتنا عمل الفيديو ده طبعا الموضوع بتاع الفيديو ده ممكن يبقى بالنسبة للناس كتير قوي اللي هو يعني مملك جدا بس الموضوع ده موضوع مهم جدا ويعني لازم فعلا نركز فيه لانه قرر قدامي كتير وشوفت ناس كتير قوي بتعمله صغيرين وجبار للأسف احكي لكم بس الاول اللي حصل معي في الجيم النهاردة وانا خارج من التمرين واحد راجل اكبر مني مش اقل بعشرين سنة فيعني دايما انا بحب افتح مثلا المواضيع مع ناس محرفهاش وكده يعني عادي يعني بحس ان احنا في الجيم مع بعض فاشطى ونزلين مع بعض في الأسنصير فبقول له ايه التمرين كانت حلوة النهاردة قال لي اه يا فندم كانت حلوة جدا فانا اول ما اسمته يا فندم اللي هو ايه بحسنت له يا فندم انت اكبر مني يعني فالكلمة دي خلتنا فكر ان الاخلاق والتربية ملاج دعوة بالسن الراجل ده بيستعمل كلمة يا فندم اي ان كان سن اللي قدامه ايه عشان هي دي تربيته وهي دي اخلاقه هو بيعاملك باخلاقه هو مش باخلاقه كنت او مش بسنه كنت او مش بتربيته كنت فالموضوع ده سخني او ان انا اعمل موضوع الفيديو بصراحة الفكر ان اللي واحد لاحظ ان انت لما مثلا تبقى ماشي في الشارع تلاقي ايه اولاد عندهم 16 او 17 سنة مثلا او 15 او 14 سنة وقعدين بيهزروا مع بعض في الشارع هو واحد راجل مثلا بينظف يقول له مثلا ممكن تحاسبه شوية عشان انظف يعودوا مثلا يشتغلوه ويشتموه ويجروا حاجات اللي هو يعني مش عارف ازاي انت مش متخال ان انت ممكن ابوك او امك يتحط في موقف ده لو رحت الاخواتي مثلا بمع ولادهم في النادي مثلا ولا حاجة تلاقي الراجل بتاع الامن راجل كبير اكبر مني واكبر من اخواتي وهما مثلا قاعدين بيكسروا في حاجة او بيجروا بيوقعوا حاجات يعود يشتغل الراجل ويجروا وراه ويلا يرموا عليه حاجة يعني راجل كبير يعني مش عارف يعمل ايه لان شغلانته وفي نفس الوقت لازم يحافظ على المكان وفي نفس الوقت يعني مش هينفع مثلا يمسكهم يرنهم علقة لانهم طبعا اهلهم هيجوا يعملوا مصيبة مش بيقولوا لولادهم يسكتوا فالفيديو ده انا عارف ان هو سريع وممكن يكون الموضوع ده ممل بالنسبة لكم مش اللي هو حاجة يعني ايه اللي هيعمل الموضوع ده مش عايزين حاجات عايزين حاجات كده فورمة وشياكة وبتاعه وخروج زبطنا يعني بس انت كراجل يهمني كراجل عندك اتناشر سنة تلاتاشر سنة خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاثين سنة تهمني ولو اكبر من كده طبعا هتبصت يعني ان انت هترضى تسمع واحد عنده خمسة وثلاثين سنة بس لو لو لوحت في الشغل فعلا واحد راجل مثلا الاكبر منك في السن جاب لك حاجة او اشربك حاجة بتشكره بتقوله لو سمحت بتقوله يا عم حاجة يا عم عادل مثلا يا عم عصام مثلا شان دول الناس اللي معنا في الشركة مش تقوله يا عصام يا عادل اللي هو عصام وعادل ايه ده واحد عنده ستين سنة او الاتنين عندهم ستين سنة وتسعة خمسين سنة يعني عادل ايه واعصام ايه فاخلاقك هي اللي هتخلي الناس تتعامل معك كويس حتى لو واحد عرباجي اخلاقك هي اللي هتخليه يتعامل معك كويس ويتعلم منك ان هو يعامل الناس اللي عندها اخلاق كويس ويهزب من اخلاقه اكيد لو واحد تعدى حدوده يعني هترنه علقة سهلة عادي مش مشكلة بس اخلاقك وتربيتك مهمة بنش الكلمة الخابانة بتاعت الليوة الدنيا اصلها يعني لو انت فيها محترم ما بيمشيش الناس نفسهم يشوفوا حد محترم بس محترم ويقدر ياخد حقه ويقدر يزبط الدنيا لكن انت ممكن تبقى لي لأدب وقت تمسك تترن علقة مثلا فعملت ايه بلدة أدبك لكن لو محترم وجامد وقوي ووثق من نفسك خلاص الموضوع بسيط اخلاقك مهمة جدا 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 هي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل مخليك حس ان انت فعلا لسه محافظ على قدميتك ايه كان سنك ايه شكرا جماعة انت تفرجتوا معلش الفيديو دا يعني معرفش هو ناجاتف او سلبي ولا لا او مدو كئيب مسلا معرفش مثلا انا مش حاسك كده انا بسوط جدا اشوفك في الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة